بسم الله الرحمن الرحيم أصعد الله أوقاتكم أصعد الله صباحكم بكل وقت وبكل خير هذا الفيديو إن شاء الله رح أتحدث كيف إن الشخص ينضم للشركة لأول مرة والتسجيل متاح لدول كتير حول العالم حصول على كود عضوية واحد وكملوا معي بالفيديو حتى تعرفوا تفاصيل بالفيديو السابق تحدثنا اللوغ إن لحسابنا طبعا من نفس الرابط نقدر نشوف how to start the business كيف نبلش العمل خطة العمل مع فريق الشركة قائمة على طريقة عادلة في نظامها وفي تعاملها كخطة مليك وخطة تسويقية وحابة كمان أنوه لبطاقات الدفع أونلاين في حالة عملية الشراء اللي هي البطاقات الإلكترونية اللي ظاهر أمامنا هي المعتمدة في البلدان هلا كيف بدنا نسجل موزع جديد أو distributor become a distributor من هاي الإشارة منك بيس على apply online هلا أكيد أي اتفاقية بدي يكون فيها شروط وبنود لعملية التسجيل طبعا التسجيل في الـ e-word DXN as a distributor أبدا ما بيحتاج أي شروط طبعا من هون عنا الـ language بيقدر نغير اللغة اللي هي اللي بدنا إياه ممكن تخليها باللغة الإنجليزية الفرنسية الإسبانية برتغالية أي لغة بتلاقوها مناسبة ممكن أيضا في العربية بيحول إنا كل الصفحة للغة العربية كل حسابنا بيصير باللغة العربية بيكون أسالة التعامل طبعا اللغة المتعارف فيها والمعتمدة حول العالم international هي الإنجليز هون عنا first time login طبعا إذا كان already distributor بقدر يدخل مباشرة على login وحط كلمة السر والdistributor code وشفرة أو كلمة السر أما إذا كان الأول مرة فأكيد بيدي يكمل معنا مع هاي الخطوات اللي هي become a distributor طبعا اللي أمامنا هي عبارة عن term زمول conditions التابعة للسيستم لازم يكون في عنا email فعال لازم يكون email active حتى إنه توصل كل الإشعارات ويصل التفعيل لإله طبعا هاي الشروط والأحكام ما بتلزمنا بأي شيء مالي ولكن يعني بتحفظ حقوق الموزع وحقوق الشركة بالنظام إنه كل شخص يعرف إيش هي حقوقه يعني من ناحية إنه الكود العضوية بيكون مدته سنة بالإضافة إنه لازم يكون عنده sponsor حقيقي أما as a default مثل ما هو ظاهر أمامنا هذا أبدا ما بيسيل لأنه بيحكي لك cannot be change ما بيتغير فعشان هيك بعد أسبوع تقريبا هذا اللي إنه بيكون as a temporary فمباشر بيصير عليه cancel فلازم يكون sponsor حقيق وهذا الشي حكيته أنا بفيديو سابق ما يكون راعي افتراضي الإضافة للبند الثامن إنه كوده العضوية لازم يتم تفعيله خلال 12 شهر حتى يحصل على اللي هي النقاط بتتحول لعمولات تتحول لبونس نقدي بقدر يستلمو شهريا بحيث إنه يحقق 100 نقطة شهريا أو حسب نظام الشركة لإنه مثل ما وهو موجود في النقطة الثامنة إنه البند الثامن 12 شهر ما تم تفعيل أي حركة ما تم عملية شراء فمباشرة اللي حساب بتسكر حلق منضغط I have read and adderistan بنهاية الأحكام والشروط ننتلل الخطوة الثانية ومنكمل البيانات وعند country اللي هي البلد اللي إحنا بنحصل منها على العمولة وليس البلد اللي إحنا بنعيش حاليا فيه مثلا الشخص ممكن يكون عايش في مكان معين مثل ما تشايفين كل البلد ظاهري أمامنا اللي بتتعمل فيها شركة DXN البلد اللي بده يستلم منه عمولته ممكن للبحرين من السعودية من ماليزيا من أي بلد الشخص حابب إنه يستلم عمولته وإله حساب فيه أو إله أهل أو إله قارب ممكن إنه يصير فيه اتفاقية بينهم ويجيبوا له العمول يحولوا له إياه طبعا هاي لها شرح آخر المهم بنقدر نحط country اللي إحنا بدنا إياها مثلا اللي نعتبر إنه أنا بدأ أستلم عمولتي من كندا يعني باختصار كل شخص بيستلم عمولته بنفسه من البلد اللي بيحددها حلاء إذا دقتنا عند take here if you don't have sponsor code رح يعطينا default اللي حكينا عنها في الفيديو السابق طبعا لازم يكون حقيقي وليس افتراضي لأنه بلتقي خلال أسبوع حلاء ال sponsor من هو هو الراعي أو صاحب الفكرة اللي دعانا لفكرة DXN وشرح لنا إياها على أساس إنه ننضم مع اسمه لأنه العمر كفريق عشان هيك لازم يكون في عنا sponsor حقيقي طبعا من عمبي كامل البيانات اللي هي التاريخ الميلاد من عمبي أيضا اللي هي الجنسية هلأ من عمبي رقمي تليفون ومجرد حطينا بالخانة الأولى country Canada فأكيد رقمي تليفون رح يعطيني مفتاح كندا مثلا الإمارات يعطيني مفتاح الإمارات هنا لانجواج بنقدر نختار اللغة أيضا اللي بدنا إياها تكون في حسابنا ممكن نكون أول ما نفتح الحساب يجينا باللغة العربية أو الإنجليزية الفرنسية حسب يعني الأدرس مهم جدا إنه ينحط بتفصيل السبب لحتى توصل المنتجات لهذا العنوان شخص لمبديع من طلبية شراء بطلب عن طريق الانلاين فبتيجي المنتجات لهذا العنوان اللي مسجل أمامنا بنحط city والtown والstate المدينة طافلة الرمز البريدي لازم يكون عنا اللي هو بوست كود في كتير ناس بتلاحظ إنه بتخاف تحط عنوانها بتخاف تحط معلوماتها بتخاف تحط تليفونها وهذا الشي شي طبيعي عند الإنسان الخوف إنه يفكر إنه مثلا المنتجات بدأت تروح لشخص آخر أو إنه بده يدفع لحساب ناس آخرين على أساس إنه فيه قبله بيكون رقم sponsor لتفكير خطأ لإنه المنتجات تصل إلى الشخص المسجل عنوانه في system عبينا البيانات ولتأنا للقطوة الثانية حطينا continue هون بيأكد لإنه هل أنت بتأكد إنه من البيانات صحيحة ولبدك تعمل cancel طبعا نحكي له إنه إذا كنا متأكدين بنكبس على الإشارة السفرة ومنكبس على continue على أساس إنه أنا قرأت الشروط وفهمت الموضوع وحطيت continue فبيحكي لنا أوكي بيأتي بتجينا رسالة welcome later اللي هي إنه خلاص تم قبول الشخص ورح يعطي كود عدوية عالمي مجاني بيستخدمه بأي بلد في العالم بالشراء بالبيع بكل شيء وبهيك تمت عملية تسجيل الشخص في حصل على كود عدوية عالمي بأهله للشراء والبيع حول العالم أي استفسار أي السؤال ممكن إنه تتصلوا معي telegram واتساب بالفيديو هات اللاحقة إن شاء الله رح يكون متابعة لشارح السيستيم